مرحباً بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم النغة الإنجليزية لصف الأول متوسط منها الجديد درسنا اليوم هو اليونت الثاني الدرس الثاني عنوان الدرس أي للفطر بالبداية كاتبني ياسر سفادر إكسيبليينز أي للفطر تسايمون ذكرنا بالدرس السابق أنه سايمون التقى بياسر التقى بي بالقارك والمتنزف وآخر سؤال سعلي للهيام قال له واتس عيد الفطر ما هو عيد الفطر فياسر أخذ سايمون للبيت على موديل تيف أبوالده ويوضح له شنو هو عيد الفطر فب البداية يقول لياسر سفادر إكسيبليينز عيد الفطر للسايمون أبو ياسر يوضح هذا عيد الفطر لسايمون فب البداية يتقى به كله هاو دي يدو كيف حالك وراه يوضح لهيام فهذا أبو ياسر يقول يقول حفظوا لذلك الكلمات اللي راح نطلع لها كلش مهمات فاستبل معناها احتفالية هي احتفالية في نهاية رمضان إذن عيد الفطر هذا حاولوا تحبوه وكأنه تعريف مهم جدا وإذا سألك الستاذ الداخل الصب وتزع عيد الفطر تقول له إنه أبارة عن احتفالية في نهاية رمضان وتزد رمضان إذن عملك سألة سؤال ثانية كل شيء زينا هو شنو رمضان فيجاوض إن رمضان في رمضان وفاست خلينا نطلع هاي الكلمة نعنى كلمة فاست معناها يصوم يقول له إحنا برمضان نصوم دون معناها الفجر نحن نصوم خلال اليوم من الفجر إلى دسك دسك شنو معناه؟ دسك معناها الغسق الغسق أو المغرب إذن في رمضان هو عبارة عن صيام نحن نناكل ولا نشرب طوال اليوم من دون من الفجر إلى دسك إلى المغرب أو الغسق وراها يمضي نهاية الصورة ذي يوضح له وهنا نلدي يتأمل ياسر وراها يقول له نحن نكسر صيامنا أو نحن نفطر هنا لنفطر معناها نفطر نفطر من صيامنا بعد غروب الشمس إنه نحاول تحولها كلمة مهمة جدا معناها غروب الشمس طبعاً دون الكلمات فالقليد راح تفيدنا خصوصاً لمن يسألني ما هو رمضان ما هو عيد الفطر إلى آخرين فبالبداية دي يوضح لي أو دي يوضح السايمون إنه عيد الفطر هو احتفالية في نهاية رمضان رمضان نصوه خلال اليوم إلى آخرين إذن من فقرة الأولى المطلوب من عندك تحفظ دن المعاني لبعاني دون الكلمات وتحفظ ما هو رمضان شمي تعريف رمضان أو عيد الفطر وتعريف رمضان يعني هذا تعريف عيد الفطر إنها احتفالية في نهاية رمضان أما رمضان نحن نصوم خلال اليوم من الفجر إلى الغساء وراها شي يقول لي يقول لي استمع وانظر ثم نقوم بمعرفة هذه الكلمات طبعاً لديك تقدر تعرف كمثال معنا كلمة استمضل لنا عنها فاست معناها يصوم دون قلنا دون معناها الفجر داست الغساء وهكذا الفستفال الاحتفالية نقوم بمعرفة هذه الكلمات فهنانا شو يقول لي يقول لي تقدر تطمعني هذه الكلمات؟ طبعاً وما يريد معانيهن باللغة العربية وإنما شوف هنا من طيدي فقرة خاصة يقول لي قل بمعرفة معاني هذه الكلمات شوف الفاست يقول لك أنا أقدر أنطيك تعريف كلمة فاست تعريفة اللغة الإنجليزية طبعاً ومو اللغة العربية أنا أطيك تعريفة باللغة الإنجليزية تقدر تعرض هذا التعريف تابع لها كلمة طبعاً الحل كله يعتمد على هذا احنا ذكرنا أنه المنهج جديد ولعدم توفر المقاطع الصوتية وأنه توفر المقاطع الصوتية على شكل النص على مظفة من ذكرة فش يقول لي يقول لي فاست اتفقنا انه فاست معناها يصوم not eating هو عدم الاكل any food عدم اكل اي طعام or drink او شراب اذا تعريف الفاست تعريف الصيام هو عدم الاكل للطعام والشراب تقدر تكلم منها تقول during the day خلال اليوم زيان شنه معنى كلمة dawn dawn قلنا معناها البجر first light هو اول الضوء at the start of the day هو اول الضوء في بداية اليوم بعد dusk اللي هو الغسق او اللي احنا نسميه الغروب last light هو اخر ضوء at the end of the day في نهاية اليوم اخر الضوء في نهاية اليوم نسميه dusk اللي هو الغسق festival معنى احتفالية a special day هو عبارة عن يوم خاص to celebrate لكي تحتفل something لكي تحتفل بشيء ما يعني العيد ميلاد نعتبره festival العيد الفطر نعتبره festival اراك on fourth day اللي هو عيد الجيش عيد الجيش العراقي نعتبره festival احتفالية اذا نشكوا مناسبة نحتفل بها بشيء معين نسميها festival festival معناها احتفالية break قلنا break معناها يفطر break our fast نفطر عن صيامنا start eating يعني هو ان نبدأ بالاكل مرة اخرى بعد ما صمنا خلال اليوم كامل break our fast نفطر عن صيامنا هو نرجع ناكل بعد ان انتهى اليوم هسه شي يقول لي يقول لي بعد ما انطيتك التعاريف تقدر تبطيني معانا ذلك كلمات احنا شرحناها اكثر من مرة fast معناها يصوم dawn معناها الفجر dusk الغسر وهكذا festival احتفالية break our fast نفطر عن صيامنا طلاب ركزوا ايايا كل ما مهم هذا او هذا من الاربع نقاطة والخمسة ما موجودات لا بكتاب الطالب ولا بكتاب النشاط لكن على مد تكون حلبينة على مد اذا جابك يا الأستاذ لا تقول لي 100 جابلي اياها لكن من الممكن انه كمثال يجيب لك هاي الجملة كاملة او هاي الجملة كاملة او الثالثة او الثالثة الى اخرين اذا تعاريب يجيب للتعاريب كامل ومن طيلي كلمات الاعلى التمرين يقول لي سقط الكلمة امام التعريب المناسب لها فانت كطالب لازم تعرف انه عدم الاكل طوال اليوم شنسمي نسميه fast او first light اول الضوء start of the day في بداية اليوم شنسمي نسمي down last light اخر الضوء at the end of the day في نهاية اليوم نسميه dusk وهكذا اذا دني تعاريب مطلوبات انك تحفظهم بالاضافة الى تعريب عيد الفطر وتعريب رمضان دني كلش مهمات ودني ممكن اني يجنك بسؤال الاسقاطات ينطيك التعريب كامل طبعا هو مستحيل يقول لك عرف لي رمضان او عرف لي عيد الفطر بسؤال تحريري وانما دني اسئلة شفوية لكن اني ممكن تجي كل امتحان التحريري على شكل اسقاطات يبطيك التعريب كامل ويقول لك سقط الكلمة او تعريب المناسب الهم اذا هذا ما يخص الفطر الاولى او التمرين الاول منتقل الى تمرين رقم واحد لا انا رح يسئلك يقول لك واتس رمضان رح يسئلك الستاذ كالسؤال صريحة بداخل الصب واتس رمضان ما هو رمضان احنا نعرف ان رمضان هو عبارة عن month هو عبارة عن شهر that we fast هو شهر نصوم في from dawn to dusk هو شهر نصوم في عن الاكل من الفجر الى الغسر او الى المغرب واتس عيد الفطر ماذا عيد الفطر ماذا عيد الفطر شنوى تقدر تتعرف ليه انا عرفت ان احفظنا تعريب عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر هو عبارة عن festival هي عبارة عن احتفالية at the end of رمضان هي عبارة عن احتفالية في نهاية رمضان تقدر تكمل التعريب تقول له we break our fast نفطر عن صيامنا we give presents نعطي الهدايا بس رح يجلس لنا كذلك عن هذه المعلومات when does it take place متى يحدث شمن هو اللي متى يحدث عيد الفطر شوكت موعده شوكت يحدث عين الفطر شوكت تكون موعد عيد الفطر موعد عيد الفطر في نهاية رمضان نقول له at the end of رمضان هو في نهاية رمضان بعد السؤال الأخير what do people do ما الذي يفعله الناس at عيد الفطر في عيد الفطر نحن في عيد الفطر شنو الفعاليات او الاحتفالية اللي نسويها شن نسوي give presents نعطي الهدايا هذي اول شاء الله احنا نسميها العيديات وبعد وكذلك give money نعطي الاموال to for people الى الناس الفقراء الى اخر او we visit relatives تقدر تقول we visit relatives نقوم بزيارة اقاربنا الى اخر هالا اشياء اللي سويها الناس في نهاية رمضان اللي نسميه عيد الفطر هذا التمرين لكنشات صبي اس ourself ممكنني يجيني بالامتحان التحريري بالامتحان التحريري ما يجيك لكن كاسيلة شفوية بداخل الصب أو كاسيلة شفوية من الممكنني سألني اها الاسطائل بالامتحان الشفوي المتعلق بنصف السنة من Morris ناسي له واتزي رمضان واتزي عيد الفطر ما هو رمضان ما هو عيد الفطر اما كذلك بالامتحان التحريري يقول ك واتزي رمضان وطبعا عندك انك اتعرف لرمضان او اتعرف لعيد الفطر هذا الشيء مستحيل يجي لان شوية صعب على طالب لكن من الممكن ينطيك التعريف كامل ويقولك هذا التعريف تابعي اياه كلمة مثلا نقولك إنها احتفالية في نهاية رمضان شنو هذي التسقط كلمة عيد الفطر بالفراغ المناسبة لها على شكل اسقاطات مثل ما وضحنا ننتقل الى التمرير الرقم الثلية يقول لي أسأل زميلك لكي يخبرك عن عيد الفطر عن عيد الفطر أما الطالب الآخر حاول ان تجاوب زميلك أنا أنا يقول لك أريدك تسوي لي محادثة بداخل الصد واحد يتخيل نفسه انه شخص أجنبي واحد يتخيل نفسه انه شخص عراقي الشخص الأجنبي يسأل الشخص العراقي عن عيد الفطر والشخص العراقي يحاول يجاوبه عن عيد الفطر وبعض الأسئلة الأخرى هو منطيمة مثلا الأسئلة التي يسألها الطالب الأجنبي كمثال يقول لي أسألها أليس ذلك صعبا يقصد الصيام من الصباح للغسق أو المغرب أليس ذلك صعبا لا تأكل طوال اليوم ألا تأكل طوال اليوم ما هو عيد الفطر ما هو عيد الفطر ما هو عيد مبارك ما معنى كلمة أو عبارة عيد مبارك فهذا الأسئلة التي يسألها الطالب الذي يتخيل النفسه أجنبي قلنا طالب أول وطالب ثاني والطالب الآخر يحاول يجاوبه على هذه الأسئلة حسب التي أفتهمها من هذا الدرس هذا مجرد نشاط صفي اسمه لتطوير مهارك التحدث لدى الطلاب غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى التبرين الثالث والأخير يقول لي اكتب لصديق انجليزي عن عيد الفطر عن عيد الفطر اكتب لثين مقاطع نصية بالمقطع النصي الأول اكتب لين عيد الفطر اتوضع شنو هو عيد الفطر والمقطع النصي الثاني اكتب عن آخر عيد اكتب عن آخر عيد مر عليك شنو اللي سويته ما الذي فعلته انت وعائلتك اذا منطيني الفكرة اللي رح اكتبها قبل ما ابدى بقراءة المقطع النصي اللي انا كتبته هذا يعتبر انشاء الوحدة ثانية لما تعودين كل الوحدة او كل يونت ادناه انشاء معين فانشاء الوحدة ثانية هو اني اكتب مقطعين نصي عن عيد الفطر فشنو اللي رح نكتبه حاول تكتب هذا الانشاء بالدفتر وتحوى لانه مهم جدا بالامتحان التحرير ايد الفطر هو عبارة عن احتفالية تحدث في نهاية رمضان و يمكن ان اتشرب يمكن ان تأكل و تشرب خلال فترة النهار يعني احنا برمضان لازم صائبين العيد الفطر نرجع العادة و نقدر ناكل و نشرب طوال فترة النهار لاست عيد في العيد الاخير نذهبنا الى الجامع بكي نصلي صلاة العيد نجد ان تم اتدوه و قمنا بالذهاب لزيارة قاربنا اثقاءنا نعطينا الناس الفطرها بعض الاموان و الهدايا وهذا ما يخص إنشاء الوحدة الثانية مثل ما وضحنا حاول تكتبه بالدفتر وتحظله لأنه مهم بمتحان الشهر الثاني وكذلك امتحان نصف السنة وحتى امتحان أخير السنة مثل ما وضحنا أنه لازم يكون الإنشاء عبارة عن فقرتين هو ذا يقول لي الفاريغراف الأول احتي عن عيد الفطر والفاريغراف الثاني احتي عن أخير عيد الفطر مر عليك فانت لازم الفاريغراف الأول من ينتهي تخلي نقطة وتبدي باريغراف جديد بحارب كبير فان هاي الأمور نحن نعرفها من الإبتدائية لكن للتوضيحة والتأكيد أكثر أنه يجب أن يكون أو يحتوي الإنشاء على مقطعين النصيات ميصر تجميج مقطعين السهولي بمقطع نص واحد هنا سيعتبر مقطع نص واحد حتى وإن كان كاتب بكل المطلوب من عندك هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا ببعض التعاريف المتعلقة بعيد الفطر الرمضان في الأسرة الشفوية التي سألها الأستاذ الداخل السفقة تحضير يومي وكذلك حفظنا بعض التعاريف الأخرى كمثال كلمة break our past, dawn, dusk إلى آخرين حاولوا تسجلوا معلومات في الدفتر وتحضلوهن لأنهم مهمة جدا وعرف نصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان ومشلون نقدر نجاوب عنها وآخر شي أخذنا الإنشاء كذلك هذا الإنشاء الوضع الثاني هو تقريباً أهم فقرة موجودة بالليونة الثانية كلها باعتبار عليها 15 درجة بالامتحان التحريري بامتحان الشهر الثاني أو حتى امتحان نصف السنة ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السلسارة أو وضافتهم ونتقدموها تقدموك تواصلنا على حسابات الموجودة في أسفل الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر